بمجرد ما خرجت من مصر قال يعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف سبحان الله يشم رائحة يوسف على الحقيقة بمجرد أن خرجت القافلة من مصر انظر إلى المسافة ما بين مصر وفلسطين كم هي ويعقوب عليه السلام يجد رائحة يوسف وريح يوسف على الحقيقة في أنفه سبحان الله هذا بقدر الله وبقدرته سبحان الله أن جعل رائحة يوسف يشمها أبوه يعقوب على بعد هذه المسافة المكانية هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى لكن أنظر إلى شديد محبة يعقوب لابنه وإلى تعلقه بابنه فإنه يشم رائحة يوسف من على هذا البعد ويجد هذه الرائحة في أنفه فكان محباً لابنه يوسف عليه السلام أشد الحب